قضية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على الإنسان المسلم أن يدرك أنها لون من أنوان الشرف الذي من أقامه الله سبحانه وتعالى له فهو الموفق هي نوع من أنواع الكرامة الإلهية التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده الإنسان المسلم هو لا يؤدي واجبا فقط يؤدي لون من أنوان الكرامة يؤدي لون من ألوان الرفعة يؤدي شيئا يعني لا ينبغي أن يشعر الإنسان بنوع من أنواع الكلفة بل يستشعر من نظر الله سبحانه وتعالى عليه أن وفقه إن كان موفقا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن نحن مدركين أن الله سبحانه وتعالى قد حصان وحمى نبيه صلى الله عليه وسلم الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر يعني هي القضية ما فيها يعني ينطلق فيها الإنسان ما يقول الله سبحانه وتعالى إلا تنصره فقد نصره الله الله عز وجل الناصر من عبده لكن القصة ما فيها مسؤوليات متعلقة بهذا الباب إن هل يستقيم أن يعتد على جناب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني يتحرك المسلم بشيء فأظن أنه لا يجب جملة من المعطيات المتعلقة بجنب النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن يستصحبها النبي الإنسان في خصوص القضية يعني قضية الاعتداء على جنب النبي صلى الله عليه وسلم أو ينبغي أن تكون أشبه منها جحيات الإنسان المسلم في التعاطي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يتعلق بخصوص الإساءة مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا قضية الإنكار يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال من رأى منكم منكر فليغيره وذكر المرات متعلقة بالإنكار فمن أعظم مكرات تعرض جناب النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على الإنسان المسلم أن أول درجات الإنكار أن يغضب حمية لله عز وجل ويغضب حمية للنبي صلى الله عليه وسلم هذا شعور طبيعي هذا شعور مما يثاب عليه الإنسان المسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما منتصر لنفسه قط وما كان يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم لكنه كان يغضب صلى الله عليه وسلم متى منتهكت محارم الله سبحانه وتعالى